بين الموصل والرمادي مرورا ببيجي والفلوجة تفاوتت نسب الدمار بين كلي أو شبه كامل فالفروق طفيفة والدمار جامع وشبح الحرب الذي خيم على تلك المدن فأزهق أرواحا وأرق أخرى ما يزال ماثلا فانقضاء حرب الحديد والنار هو إذان ببدء أخرى منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تداعيات تلك الحرب على سكان المدن المدمرة أو قل ما تبقى منهم كما تظهر هذه الصور رئيسة بعثة المنظمة في العراق كارلا برويمانس قالت إن المنظمة استقبلت أكثر من 32 ألف حالة لنازحين عراقيين من الكبار والصغار تنوعت بين اضطرابات ما بعد الصدمة والشيزوفرينيا أو ما يعرف بفصام الشخصية وغيرها من الأمراض النفسية التي تولدت نتيجة الفزع والخوف من القنابل الملقات أو المهدات كما يصفها ملقوها لم تكن إحصائية أطباء بلا حدود الألفية إلا عينة بسيطة من نحو مليوني نازح فروا من مناطقهم بحسب منظمة اليونسيف التي وصفت حال البلاد بعد الحروب والنزاعات المستمرة بالمدمر كليا مشيرة إلى أن 2.5 مليون آخرين ما زالوا في مخيمات النزوح التي باتت بين أمرين إما خرائب لا تصلح للحياة أو أشبه بمخيمات اعتقال وبين نازح ومهمش لا يجد كلمات تعبر عن بؤس الحال بعد أن قالت الآلة العسكرية كلمتها الفصل تخرج صورة هي أشد تعبيراً وأكثر قتامة تحيل إصراف القاتل بالقتل وتخلي المسؤول عن واجباته إلى يد تدفع سكان تلك المدن إلى البحر أو طوابير اللجوء